ما أن أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة عن موعد إجراء الانتخابات المحلية في العراق وذلك في شهر نيسان أبر المقبل حتى بدأ الصراع يتصاعد على النفوذ بمحافظة ديالة فرئيس مجلس محافظة ديالة اتهم صراحة بعض الأحزاب السياسية بسعيها إلى استبدال رؤساء الدوائر والوحدات الإدارية لأغراض انتخابية لإجبار السكان لاحقا على التصويت لجهة معينة دون غيرها الغاية واضحة أعتقد صار لهم كذا سنة لا يوجد حركة التغيير لكن مع قرب الانتخابات البرلمانية واليوم نعرف أن مجالس المحافظات ومجالس الأقضية اليوم شبه خلال الانتخابات القادمة غير موجودة أعتقد هذا سيتيح لهؤلاء في حالة تغييرهم أن يسيطرون أولا انتخابيا خلال الانتخابات القادمة لأحزابهم وثانيا يسيطرون على مقدرات هذه الوحدات الإدارية سواء أقضية أو نواحي من أبرز المناطق التي سيطالها التغيير الإداري بقوة سلاح ميليشيات مقربة من إيران هي قضاء بعقوب مركز محافظة الديالة والمديريات التابعة لها فضل عن مدن السعدية والجلولاء القريبة جدا من الحدود العراقية الإيرانية حصول مدير ناحية أو قائم مقام في هذا الوقت حتى ينفرض على المجلس الجديد بأن هذا مدير ناحية من جهة سياسية يستغلوه هم وقت الانتخابات وهم منه يصير مسك كرسي للانتخابات للمجلس الجديد أي تغيير سيأثر بصورة عامة على الوضع السياسي في محافظة الديالة محافظة الديالة دفع الثامن موقعها الجغرافي المحاذية لإيران فعلى مدى عقد ونصف العقد كانت مسرحا لتصفيات طائفية طابعة على يد ميليشيات مرتبطة بطهران أحمد الحمداني العربية محافظة الديالة